موسيقى تتابعون نشرة مفصلة مباشرة على الجزائر الدولية أهلا بكم وفي المستهل استشهد الفلسطيني هاشل مبارك سلمان مبارك ذو الثمانية والخمسين عاما صباحا اليوم الأربعاء متأثرا بجروح أصيب بها بشضايا قصف صاروخي استهدف موقعا شمال غرب مدينة غزة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في غزة وكان خمسة فلسطينيين أخرون قد أصيبوا بجروح متفاوتة بشضايا صواريخ الاحتلال سقطت على منزلهم شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وأشنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع مختلفة في عدة مناطق بالقطاع ألحقت دمارا وخرابا بممتلكات الفلسطينيين طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش بإجراء تحقيق شفاف حول وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان وأشار نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة فرحان الحق إلى أن الأمين العام الأممي يتابع بقلق الوضع بعد وفاة الشهيد الأسير مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته الأمين العام يتابع بقلق الوضع بعد وفاة خضر عدنان ويجب على السلطات الإسرائيلية التأكد من ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته يجدد الأمين العام دعوته لإسرائيل لوضع حد لمبارسة الاعتقال الإداري فإما أن يتم توجيهتها من فورية لجميع المحتجزين إداريا ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق صراحهم دون تأخير حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أعدادا كبيرة من الأشخاص في سودان قد يلقون حدفهم بسبب نقص الخدمات الأساسية فضلا عن تفش الأمراض في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان الحق أن المخزونات الطبية تنخفض بشكل خطير في المناطق التي دمرها القتال بما في ذلك العاصمة الخرطوم وغرب ووسط دارفور عززت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها جهود الإغاثة مع زيادة المعابر الحدودية من السودان تقدر المفوضية أنه حتى الآن فر أكثر من مائة ألف لاجئ إلى البلدان المجاورة كان معظمهم من اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى تشاد ومصر معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى العائدين من جنوب السودان في تشاد والسودان تجلب الأمم المتحدة ما يقرب من سبعين ألف طن من مواد الإغاثة الأساسية من المخزونات العالمية وفي مصر تقوم المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بمهمة لتقييم احتياجات الأشخاص القادمين من السودان أفادت هيئة البث الرسمية في رواندا اليوم الأربعاء بأن خمسة وخمسين شخصا على الأقل لقوا حدفهم إثرى فيضانات وأمطار غزيرة غرب البلاد وأظهر مقطع فيديو على حساب هيئة البث الرواندية على تويتر مياها موحلة تتدفق على طول طريق وبيوت أغرقتها تيارات المياه السريعة استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية عبد الله بن محمد آل شيخ وحسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية فإن الاستقبال حضره كل من رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل ومدير ديوان الرئاسة محمد النذير العرباوي وفي تصريح له عقب الاستقبال أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بفحوى لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مثمنا المساعي الحثيثة لتجسيد تطلعات المشتركة بين البلدين إلى خطة عمل ميدانية تشرفت بلقاء فخامة الرئيس في هذا اليوم المبارك ونقلت له تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتحدثت مع فخامة عن العلاقات التي تجمع مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس المجلسين في الجمهورية الجزائرية الشقيقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي وقد استمعنا أنا وسعادة السفير والأخوة الذين شاركوني اللقاء استمعنا واستفدنا من التوجيهات ومن العرض لتاريخ هذه البلد تاريخ المشرق الذي لا ينسى أبدا وأيضا لتطلعات وما يسعى له فخامة الرئيس والحكومة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق إلى آمال وتطلعات حولت إلى خطة عمل وإلى برنامج يطبق الآن فاستفدنا من ماذا يدور في هذا البلد الشقيق وفي نفس الوقت أطلعت فخامته على ما يتم الآن في المملكة العربية السعودية من مساعي في جميع الجوانب الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية والجوانب التي تعدى حدود المملكة إلى الدول العربية والإسلامية بل ودول العالم كما أثنى رئيس مجلس الشورى السعودي على جهود الجزائر إقليميا ودوليا خاصة ما تعلق بدعمها القضية الفلسطينية إضافة إلى تأييد ودعم التوجهات العامة للمملكة العربية السعودية منوها بالتنسيق المستمر بين الجزائر والرياض في مختلف المسائل شكرت فخامته على ما قدم الجزائر من جهود في دعم القضية العرب جميع القضية الفلسطينية وبالقضايا بشكل عام وعلى دعم المملكة في ما تسعى له في جميع الجوانب التي كانت الجزائر من أول الدول المبادرة إلى تأييد تلك التوجهات وفي تنسيق مستمر مع الجزائر حول العديد من هذه الجوانب فكان اللقاء مفيدا ومشرقا واستفدت أنا ومن حضر معي وفي نفس الوقت سعدت بهذا اللقاء وأتمنى إن شاء الله للعلاقات بين المملكة واللزائر التوفيق والسداد وشكرا لكم على هذا اللقاء هذا واستقبل وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف الأربعاء رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد الشيخ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فقد تم خلال لقاء استعراض العلاقات الجزائرية السعودية وأفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة والجهود المبذولة لضمان التأطير القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلا عن تأكيد دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانية التي تعد رافدا هاما من روافد توطيد الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين يضيف البيان ذاته أكد الناتق الرسمي للخارجية الجزائرية أن الجزائر هي العضو الوحيد الذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية عكس افتراءات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته وفي تسريح له لفت الناتق الرسمي إلى أن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته يواصل سقطاته الإعلامية محاولا عبثا تضليل الرأي العام المغربي وتزييف الحقائق بتحميل مسؤولية تعثر البناء المغاربي إلى الجزائر العضو الوحيد في الاتحاد الذي سبق وأن صادق على جميع الاتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي منذ إنشائه مع الدعم اللامسروط لأنشطة كافة المؤسسات المغاربية ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية وأضاف الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية أن الأمين العام السابق للاتحاد يؤكد مجددا من خلال خرجاته الإعلامية التضليلية المدانة بأنه لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية والثقة التي وضعت في شخصه وهو الذي يتخذ بتصريحاته الافترائية وتصرفاته غير القانونية مواقف تعارض كلية مبادئ أو أهداف المنظمة المغربية قال الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء إنه لا مجال لمنع أي كتاب في تونس مشددا على أن الحديث عن أن الحريات مهددة في تونس هو كذب وافتراء وجاء ذلك في تصريحات لسعيد خلال زيارته الثلاثاء إحدى مكتبات شارع الحبيب بورغيبة بالعاصمة تونس وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك ولفت الرئيس سعيد إلى أن الكتاب الذي يتم التحدث حول منعه يباع في المكتب مواضحا أن ما خصل خلال المعرض هو أن الكتاب لم يكن على قائمة الكتب التي ستعرض خلال هذه التظاهرات كذب وافتراء هذا لم يوضع في الواقع على قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح الدليل على ذلك أنه موجود ولا مجالة للحديث عن منع أي كتاب هناك كما أي عارض بطبيعة الحال يضع الكتب التي سيعرضها في المعرض لم يضعه والآخر الكتاب آخر وثم يقال أنه تم منعه الذي ما زال يحن إلى المنع ويحب يحلم بالمنع أرىه خارج التاريخ وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح الأربعاء إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني منذ اندلاع نزاع بسوريا في العام 2011 وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي ونقلت وكلة الأنباء السورية سانا أن الرئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير في زيارة ستستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره السعود السوري بشار الأسد ويجري معه مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون واشنطن قد حذرت كييف بشأن تسريب وثائق استخباراتية سرية الشهر الماضي احتوت على معلومات حساسة عن أوكرانيا زيلينسكي وفي حديث لصحيفة واشنطن بوست أكد أنه لم يتلق معلومات من البيت الأبيض أو البينتاجون مسبقاً ولم يكن على اطلاع شخصي بها مضيفاً أن توفير معلومات مسبقة للعدو بطريقة أو بأخرى وفق وصفه ينعكس بالتأكيد سلباً على بلاده في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز عن زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني إلى برلين في الثالث عشر ميال جريع على أن يستقبله المستشار الألماني أولاف شولتس في اليوم الذي يليه قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تعتقد أن بخموت ليست ذات أهمية استراتيجية كبيرة وأن خسارتها لن تغير مسار الأزمة العام لصالح روسيا تصريح متناقض لتصريحات أخرى شدد خلالها الرئيس الأوكراني ميراراً على أهمية الانتصار في هذه المدينة الاستراتيجية المتابع لمشاهد الحرب في أوكرانيا يجدها تنحصر في بخموت شرقي البلاد كأن مفتاحها المعارك بهذه المنطقة الصناعية المنهكة منذ ثمانية أشهر ولا تزال المدينة المتربعة على مساحة 41.6 كم مربع والتي توصف بالاستراتيجية لطالما حذر الرئيس الأوكراني من الاستلاء عليها وما سيعقب ذلك من تداعيات تصل حد تقديم تنازلات لموسكو وضع وصفه ميراراً زيلينسكي بأنه الأكثر صعوبة بالتزامن مع تقدم واسع لقوات فاغنر التي يؤكد قائدها ييفجيني بريغوجين سيطرته على المدينة بنسبة 80% وبأنه لم يتبق منها إلا نحو ثلاث كيلومترات في أيدي القوات الأوكرانية وأمام هذا التصاعد والتقدم في ساحة الميدان يبرز تصريح جديد لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بالقول إن باخموت ليس ذات أهمية استراتيجية كبيرة وإن خسرتها لن تغير مسار الأزمة لصالح روسكا تصريح يحمل نقيض ما أدل به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مارس الماضي بأن مدينة باخموت لها أهمية رمزية أكثر منها عمليتية فماذا تغير؟ وهل تصريح كيربي مرتبط بمستجدات ميدانية قد ترجح الكفة خلال الساعات القادمة لطرف على حساب آخر؟ وكانت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق قد كتبت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن كييف كانت تنفق موارد كبيرة لحماية باخموت وأن الرئيس زيلنسكي يولي أهمية رمزية للمدينة ويعتقد أن خسرتها ستضر بمعنويات الأوكرانيين يأتي هذا بعد ساعات فقط من تأكيد القيادة الأوكرانية أنها لا تزال تسيطر على طريق الحياة أهم طريق حيوي متبق من المحاور الملتهبة في المدينة والذي يربطها ببلدة تشاسيفيار المجاورة إلى الغرب فهل تصل هذه الأخيرة مرحلة الحزم وتنكشف معها محاور أخرى ومعطيات جديدة قد تغير مسارات الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ خمسة عشر شهر وفي مستجدات الحرب في أوكرانيا وحسب ما يصنوا للآن من أنباء عاجلة فقد أعلن قبل قليل الكريملين أعلنت الرئاسة الروسية تعطيل طائرتين مسيرتين حاولت الهجوم على مقر الكريملين الرئاسة الروسية أضافت في خبره العاجل أن الرد سيكون من المكان والزمن المناسبين الرئاسة الروسية أشارت إلى أن الهجوم على المقر الرئاسي بهذه الطائرتين المسيرتين هو عمل مخطط له فيما أضافت أيضا الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن موجودا في المقر الرئاسي لحظة الهجوم أذكر مجددا وحسب ما يصلني الآن من أخبار عاجلة فقد أعلن الكريملين تعطيل طائرتين مسيرتين حاولت الهجوم على الكريملين وأضف أن الرد سيكون من المكان والزمن المناسبين وأن هذا العمل هو عمل مخطط له فيما نفى الكريملين في الأخير أن الرئيس الروسي لم يكن في المقر الرئاسي لحظة هذا الهجوم نسرتنا منتواصلة وقال وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو في مقابلة مع محطة انتي في اليوم الأربعاء إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يعقد بموسكو في العاشر من ماي الجاري وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصدر دبلوماسي الروسي قوله إن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيعقدون اجتماعا في العاصمة الروسية الأربعاء المقبل لدفع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة ومعالجة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز فرص تسوية السياسية في سوريا وقال المصدر إن نشاطا مكثفا يجري في موسكو والعواصم المعنية لوضع الترتيبات النهائية لهذا اللقاء أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن تخطيط الاجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا والروسيا في إسطنبول يوم الجمعة القادم الخامس ماي لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وفيما عبر وزير الدفاع التركي عن أمله في تمديد الاتفاقية دون عوائق كشفت الخارجية الروسية عن اجتماع مماثل تحتضنه العاصمة موسكو بين السلطات الروسية والأمم المتحدة لتباحث أفاق تمديد الاتفاقية في كل الجهة والجبهات تتسارع الجهود الدولية للخروج بأرضية توافقية بين روسيا والأمم المتحدة بشأن اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فبتصريحات حملت الكثير من التفاؤل كشف وزير الدفاع التركي عن برمجة لقاء ثلاثي يجمع روسيا وتركيا وأوكرانيا على طاولة واحدة لمناقشة تمديد اتفاق الحبوب الاجتماع المقرر عقده الجمعة في اسطنبول يستهدف الوصول إلى ورقة طريق تتطابق ومصالح الدول المشاركة في الاتفاق وفق أمال بتجاوز جميع العوائق أجريت مؤخرا محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في موسكو ووزير البنية التحتية الأوكراني أليكساندر كوبراكوف في تركيا تطرقنا خلالها إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود حسب نتيجة قبول الطرفين للمقترح الذي قدمناها يتم التخطيط لعقد اجتماع بين نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا في اسطنبول يوم الجمعة الخامس ماي نفس التاريخ والمضمون لكن باختلاف المكان هكذا أعلنت الخارجية الروسية من جهتها عن برمجة الجولة الثانية من المشاورات بشأن تنفيذ مذكرة صفقة حبوب البحر الأسود بين روسيا والأمم المتحدة في موسكو إن المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب في البحر الأسود ستعقد في موسكو في الخامس من مايو حيث تمثل المسؤولة التجارية الكبيرة ريبيكا جيرينزبا الأمم المتحدة وبعكس النظرة المتفائلة لوزير الدفاع التركي كشف الكريملان عن أن تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لن يتحقق دون رفع كل العقابات التي تعترض الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة دعونا لنتسرع في الوقت الحالي سيواصل الجانب الروسي لاتصال بكل من الأمم المتحدة والممثلين الآخرين على أمل أن يتم الوفاء بشروط الاتفاق بعد كل شيء وبالطبع لن تفعل روسيا أي شيء يتعارض مع مصالحها زخم إعلامي وسياسي يحظى به ملف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تتسارع فيه الوسطات من الأمم المتحدة وتركيا وسط تعالي المخاوف من انسحاب روسي منه ما يضاعف التهديدات من دخول العالم في أزمة غداء جديدة نفذت وحدات ومفرز لجيش الجزائري في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية خلال الأسبوع الماضي بيان لوزارة الدفاع الجزائرية كشف عن توقيف خمسة عناصر لدعم الجامعة الإرهابية وتدمير قنبلتين تقليدية الصنع بالبليدة وتوقف 42 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال أزياد من 12 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط 116503 أقراص مهلوسة كما أحبط حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 100 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة الأخبار الرياضة وكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما يواجه منتخب نيجيريا نظيره المغربية الأربعاء على ملعب الشهيد حملاوي بقسانطينا لحساب ثاني جولات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما وأجرى متخب النصول الخضراء آخر حصة تدريبية له أمس تحسبا لهذا اللقاء وخلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهتهما تحدث مدرباء المتخبين المغربي والنيجري عن أهمية هذه المباراة وضرورة الفوز بها لترصيم التأهل إلى الدور المقبل وفي ثاني مواجهات الأربعاء لحساب المجموعة ذاتها يلاقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره الزمبي في مباراة حاسمة لكل الطرفين وأجرى منتخب جنوب إفريقيا آخر ميران له قبل مواجهة الرصاصات النحاسية الزمبية وستكون المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للمنتخبين لبعث حضورهما في التأهل معنا مواشرة من مدينة قسطنطينة موفد الجزائر الدولية مصطفى بغرارة أهلا بك كيف تجري مصطفى آخر تحضيرات للقائية اليوم لحساب ثاني جولات المجموعة الثانية مرحبا مصطفى متواجدون الآن في مدينة الجسر المعلقة وخلف جسر سيدمسيد أعتى وأكبر الجسر المعلقة في قسطنطينة صحيح المنتخبات المجموعة الثانية أجرت ليلة أمس آخر حصة تدريبية تسبق مباراة اليوم لحساب الجولة الثانية المباراة الأولى هي مباراة الحسم ورقة التأهل وتصدر المجموعة الثانية والمباراة الثانية تلعب بين منتخبين منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب زومبيا منتخبين جريحين خسر مباراة الافتتاح اليوم يلعبون كامل حضوظهما من أجل الإبقاء عليها والمنافسة في هذه البطولة إن صح التعبير منتخب نيجيريا ومنتخب المغربي الذين بدأ البطولة بفوزين يستعدانهما أيضا لأجل المباراة الثانية لترسيم تأهلهما إلى الدور المغبي موفد الجزائر الدولية مصطفى بغرار شكرا جزيلا لكنت معنا مباشرة من مدينة قسطنطينا مشاهدنا الكرام نصل إلى اختامي النصرة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة